أستكمل مع حضراتكم آخر وأهم الأخبار المحلية خليني ألفة انتباه حضراتكم لموضوع محل اهتمام كبرى المؤسسات الإخبارية والعالمية والصحف في العالم وهو محكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى أن العناوين دلوقتي بتتكلم عن أنه رهن الاعتقال خلاص كما تفيد بعض المواقع ده لم يتم اعتقاله بشكل يعني كما تعنيه الكلمة إنما دونالد ترامب اتجه إلى المحكمة الاتحادية في ميامي عشان يمثل أمام القاضي في القضية اللي هي علاقة بها الوثائق السرية ويمكن دي لقطة نشرها موقع الـ CNN للحظة وصول دونالد ترامب وهنا كان بيحيي أنصاره اللي كانوا موجودين أمام يعني في حجد مش قليل قدام المحكمة الاتحادية في ميامي اللي يعني رايحين عشان يدعمه دونالد ترامب دونالد ترامب هيمثل أمام المحكمة ويواجه الاتهامات الخاصة بحوالي 37 اتهام لهم علاقة بموضوع قضية الوثائق السرية اللي كان تم التحفظ عليها في منزله في فلوريدا لو حضراتكم تفتكروا ويمكن بدأت المحكمة بالفعل عشان كده بعض المواقع بتتكلم على أنه under arrest قيد الاعتقال يعني أو رهن الاعتقال بحكم أنه موجود في قاعة المحكمة دلوقتي والقاضي يعني قرأ لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب وأنصار دونالد ترامب ودونالد ترامب نفسه بيتكلموا على أنه الموضوع هو مجرد ضغط سياسي عشان أنه أبدأ ترشحه في الانتخابات القادمة وقال أنه هذا الأمر لن يدفعه إلى التراجع عن هذا القرار الأسئلة الكتيرة بقى اللي بتناقش في وسائل الإعلام العالمية كلها ليه علاقة بأنه هل ده بما أنه أول رئيس أمريكي واجه تهم جنائية يبقى توجه ليه تهم جنائية هل النهاردة دونالد ترامب عنده فرصة أنه يترشح ولا ما عندوش هل ده ممكن يؤثر على شعبيته ولا لا سواء بشكل سلبي أو إيجابي حتى البعض بيتكلم على أنه لا يبدو أن الموضوع إيجابي لأن بعض من أنصاره من الجمهوريين شايفين أنه الموضوع ده كله هو ضغط سياسي محاولة لمنع دونالد ترامب أنه يترشح في الانتخابات القادمة هو نفسه كان بيقول هذا الكلام وفي آخر استطلاعات تتعاملت من رويترز وأبسس وغيرهم أسهم دونالد ترامب بتزيد قدام مرشحين آخرين أبدوا يعني استعدادهم أو أعلنوا عن ترشحهم ونايتهم الترشح في الانتخابات القادمة بعد الاستطلاعات اللي تمت بتقول أنه فورس ترامب حتى الآن يعني في نسب كبيرة في صفه على كل حال حبيت بس أطلع حضراتكم هي القضية شغالة دلوقتي ونظر القضية شغالة دلوقتي والاتهامات وجهت إلى دونالد ترامب يعني مجرات المحاكمة شغالة في هذه اللحظات ترجمة نانسي قنقر